بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الاستنتاج من الآيات التي سبق تفسيرها فنقول يوخذ من الآيات أن إذن الله جل وعلا ينقسم إلى إذن قدري وإذن شرعي فقوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ يعني بإذن الله القدري الكوني وهناك إذن شرعي كما قال سبحانه وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بشرعه ودينه سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات بيان الحكمة فيما يجريه الله من الابتلى والامتحان على أهل الإيمان وأن ذلك ليس لبغضه لهم وإنما ذلك لمصلحتهم من أجل تمحيصهم من الذنوب ومن أجل أن ينبههم على التوبة والرجوع عن المعاصي فما يجريه الله على أهل الإيمان وإن كان مكروها إلا أن عاقبته خير لهم كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن يوخذ من هذه الآيات أن المنافقين يفتضح أمرهم عند نزول الشدائد بالمسلمين فإن المنافقين كانوا منسترين في وقت الرخى ويظهرون مع الناس مع أهل الإيمان على أنهم منهم وإذا جاءت الشدة فإنهم ينحازون عن المؤمنين ويظهر نفاقهم كما قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين هذه طريقة أهل النفاق أنهم إنما يكونون مع المؤمنين في حالة الرخى ليشاركوهم في النعم التي يسديها الله عليهم فإذا جاءت الشدائد ظهر نفاقهم وانحازوا عن المسلمين وهذه حكمة الله فيما يجريه من الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويوخذوا من هذه الآيات أن الدفع عن الحرمة وعن البلد مطلوب شرعة لقوله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فالدفاع عن الحرمات وعن البلد بلد المسلمين مطلوب شرعة وفيه أجر من الله سبحانه وتعالى ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون نفسه أو دون ماله أو دون حرمته عده من الشهداء في سبيل الله عز وجل ويوخذ من هذه الآيات بعد المنافقين عن الإيمان وقربهم من الكفر لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هذه حالتهم حتى في حالة الرخى هم بعيدون عن الإيمان وقريبون من الكفر ولكنهم منسترون ومنغمرون فإذا جاءت الشدة فإنه يظهر قربهم من الكفر وقربهم من العدو يوخذ من هذه الآيات مسألة مهمة وهي أن الإيمان قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ولهذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فدل على أنه لا يكفي القول باللسان وكما أنه لا يكفي الاعتقاد بالقلب دون النطق باللسان ولا يكفي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب من دون العمل بل لا بد من توافر الثلاثة في حقيقة الإيمان وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وأما من قال إن الإيمان هو القول باللسان كما هو قول الكرامية أو قال إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب دون النطق باللسان كما هو قول الأشاعرة أو من قال إن الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب من دون العمل كما هو قول مرجئة الفقهاء أو من قال إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يكن هناك يقين كما هو قول الجهمية أن هذه أقوال باطلة وهي أقوال المرجئة على تفاوت درجاتهم في الإرجاء وأهل السنة والجماعة بريئون من هذه الأقوال كلها ويأخذ من هذه الآيات سعة علم الله واطلاعه على ما في القلوب كما قال تعالى والله أعلم بما يكتمون فيجب على العبد أن يخلص سريرته ونيته لله عز وجل وأن لا يكون مخادعا يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهذا وإن انطل على الناس فإنه لا ينطل على رب العالمين الذي يعلم ما يكتمه الإنسان يعلم السر وأخفى فهذا يوجب على العبد أن يخشى الله في سره وعلى نيته ويأخذ من هذه الآيات الحث على إصلاح السرائر والخوف من النفاق أن يكون في قلب الإنسان نفاق وهو لا يدري بل عليه أن يخلص النية وأن يسأل الله الإيمان الصادق ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق الأصغر الذي يكون في القلب وإن كانوا مؤمنين لكن قد يكون عند المؤمن شيء من النفاق الأصغر ولهذا خافه الصحابة على أنفسهم وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه الآيات أن المنافقين لا يؤمنون بالقضاء والقدر لأنهم قالوا لو أطاعون ما قتلوا فمعنى هذا أن قتلهم ليس بقضاء وقدر وإنما هو بسبب خروع وإنما هو وإنما هو لخروجهم ولو أنهم لم يخرجوا ما حصل عليهم القتل فهذا فيه الكفر بالقضاء والقدر ويأخذ من هذه الآيات مشروعية الرد على شبهات المشبهين والمنافقين وأنه لا يجوز السكوت على مقالات أهل الضلال فليجب على أهل الإيمان وأهل العلم أن يفندوها وأن يردوها لألا تروج شبهاتهم على الناس وهذا كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فالكفار يقاتلون بالسلاح والمنافقون والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان وهذا باب عظيم يحتاج إليه المسلمون في وقتنا هذا فقد كثر النفاق وكثر أهل الشر وكثرت الشبهات حول الإسلام مما يخشى منه أن يؤثر على ضعاف الإيمان من المؤمنين فيجب على أهل العلم أن يرد على هذه الشبهات وهذه المقالات وهذه الكتب التي تكتب بأيدي أهل الظلال وأقلام أهل النفاق يجب الرد عليها وفضحها كما فضح الله سبحانه وتعالى سرائر المنافقين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته